أهلاً أحباناً ومشاهدين في كل مكان اليوم حديثة شوي يمكن العنوان غريب من نوعه البحر غدار ودائماً نستخدم هذه الإصطلاحات لما منتوقع أو عدم توقع الشيء وانت بتتوقع شيء لكن بيحدث شيء طارق أو شيء مفاجئ كتير مرات منقول الزمن غدار منقول البحر غدار لأنه ممكن يكون البحر هادئ وكل الأمور تمام وفجأة بتحصل عاصفة شديدة مثل ما شفنا العاصفة اللي حدثت في أيام المسيح التلاميذ حاولوا بكل جودهم لكن كل حكمتهم ابتلعت وهكذا كتير مرات إذا شخص بعوم دائماً من نبه منقوله انتبه من الغرق البحر غدار في مرات تيارات من تحت المي أو الأمواج اللولبية اللي بتسحب الإنسان لداخل المي وأنا شخصياً عدة مرات واجهت هذا النوع من الأمواج لأنه بحب العوم لكن اخترت العنوان والعنوان مناسب جداً حادثة مذكورة بشكل مطول وبشكل مفصل في سفر أعمال الرسل إصحاح 27 لكن قبل هذه الحادثة ليه طبعاً تتكلم عن بولوس الرسول بولوس الرسول كان موجود في سجن قصارية لمدة سنتين ليحاكم أمام فيليكس أمام فيستوس وأمام أغرباس الملك وطبعاً لأنه كان فيه ظلم بالمحاكمة وكان ضغط كتير عليه بولوس استخدم صلاحياته كمواطن روماني عنده جنسية رومانية لأنه ولد في ترسوس في مقاطعة كليكية في آسيا الصغرى وكان بيحمل الجنسية الرومانية طبعاً كان له الحق أنه يرفع الدعوة لقيصر أنه يتصل قضيته إلى روما لأنه مش رايح يجد العدالة في منطقة كيساريا وين كان موجود في السجن لمدة سنتين والغريب أحبائي أنه في الوحي بيتكلم عن إصحاح كامل بتفاصيل دقيقة كاملة بتتكلم عن رحلة بولوس وعلى الأرجح يمكن هاي هي الرحلة الرابعة لبولوس الرسول اللي منسميها رحلات بولوس التبشرية ولكن هاي الرحلة مش بإيده لكن رغماً عنه كان عنده رؤية وكان عنده طموح أنه يصل لروما ولكن تجري الرياح بما لا تشتهي السفن وصل لروما لكن مش بالطريقة اللي هو كان عاوز يصل فيها وصل كسجين وصل كأسير وإذا بتلاحظوا معي في سفر أعمال الرسل إصحاح 27 أنه ابتدأت هاي الرحلة من كساريا كساريا على البحر الأبيض المتوسط وكان ميناء كبير بنا هيرودوس الملك قديماً ومن هناك أبحرت السفينة وصاروا في مسافة طويلة وطبعاً الرحلة بيذكر تفاصيل كثيرة من مدن ومقاطعات اللي وصلوها يعني مشوا مسافات شاسعة جداً أكثر من 800 كيلو متر وابتدأت من كساريا لقبرص وصولاً إلى بعض المناطق في آسيا الصغرى إلى الغرب قريبة من منطقة ترواس واستمرت الرحلة ولكن في وسط الرحلة حدثت عاصفة كتير شديدة في آية 14 ولكن بعد قليل هاجت عليها ريح زوبعية يقال لها أوركليديون فلما خطفت السفينة ولم يمكنها أن تقابل الريح سلمنا فصرنا نحمل يعني وصل الوضع فيهم أنه ما عادش عندهم أي حيل أي قوة أي طاقة أي حكمة أنه يقودوا السفينة ولأنه بنزل الشراع فالأمواج والرياح الشديدة ابتدأت تحمل السفينة فاضطروا أنه خلاص يعني يستسلموا لهذا الأمر بحيث أنه يحاولوا مع جهد بسيط لكن أنه الريح على أمل تقودهم إلى مكان معين والكتابة بيتكلم عن تفاصيل كثيرة لهذه الرحلة لكن الغريب برضو بولوس في وسط هذه الرحلة مكتوب لأنه وقف بهذه الليلة ملاك الإله الذي أنا له والذي أعبده قائلا لا تخف يا بولوس ينبغي لك أن تقف أمام قيسر وهي كانت الرؤية وكان الإعلان قديما لبولوس الرسول وفعلا هذا الإعلان كان بمثابة تشجيع وبركة لقائد المئة ولكل السجناء وطبعا لكل البحارة وخلي بالك أنه كان على السفينة 276 شخص والسفن قديما مش بسافر في سفن كريز كروز أو بأشكال معينة السفن قديما كان كتير منها تتبع للأسطول الروماني وكان في عدة أساطيل في مواقع استراتيجية مهمة جدا يعني لاحظ راحوا على صيدة بالأول بعدين على قبرص في أماكن معينة الإسكندرية يعني في عدة موانئ وفي أسماء يعني مثلا سفينة إسكندرية يعني اللي جاءت من الإسكندرية وهكذا السفن هذه الأساطيل بروحها على الإسكندرية لأنه كانت مشهورة مصر في القمح وكان بياخدوا القمح من مصر بيوصلوها لروما وحسب بقوين التجارة فالسفينة بتوقف في حسب المواقع الاستراتيجية اللي كان بيربطها قديما الطرق الرومانية القديمة اللي كلها كانت بتوصل لروما وبالحتما كان عندهم أسطول قوي جدا لكن السفر كان قديما مش يعني لقجري يعني بشكل مريح أو مزدهر مثل اليوم لا كانت كلها سفن تجارية أو إذا كان أسطول عسكري لكن السفر كان عن طريق السفن التجارية وبما أنه هذه السفن كانت بتوصل لروما كانوا بيلموا المساجين من منطقة إلى أخرى وبيحملوا كل المساجين وبوصلوهم لروما وهي النوع من المساجين أغلبهم مساجين خطرين جدا لكن أحبائي منشوف أنه البحر غضار الأمر ما مشي بالطريقة اللي المفروض تمشي فيها ولاحظ أنه بولوس الرسول لم يستسلم لهذا الأمر بل بالعكس الرب أعطاه نعمة أعطاه نعمة في عينين يوليوس اللي هو كان الأمير كان قائد المئة وأظهر إحسان ولطف من نحو بولوس حتى في بعض المناطق كان يسمح لبولوس أنه يزور أصدقائه وسمع لنصيحة بولوس حتى أنه لما طلب منه لما أنقذ السفينة أنه البحار عايزين يهربوا فاضطروا يقطعوا الزوارق الصغيرة حتى يمنعوا من الغرق الكامل فمنشوف أنه بولوس لم يستسلم للظروف بل بالعكس مثل رجال الله الكثيرين أنه استخدموا الأزمة إلى فرصة أنه يمجدوا الرب في حياتهم فماذا تفعل عندما تأتي العاصفة وعلى فكرة بولوس الرسول شاف عواصف كتير في كورونتوس الثاني صاح داعش بيتكلم أنه واجه أخطار في البر وأخطار أخطار في البحر وكمان مش بس أخطار حتى بيتكلم أنه انكسرت السفين يعني ثلاث مرات صار معه حوادث سفن بتتكسر السفن تكسرت ولكن بنعمة الرب الله أنقذه من كل هذه الحوادث منشوف منشوف بولوس كان مثال القائد الشجاع الذي يعرف عند الامتحان منشوف بولوس الرسول كان رجل مواقف يعني ما تنازل عن مبادئه ولا أنه اتزمر أو أخد الموقف مضاد مثل المساجين بل بالعكس منشوف فيه مثال القائد الشجاع ومثال الخادم الأمين اللي كان يساعد ويساند وأنه كان رجل المشورة أنه عم بقدم النصايح وكان رجل يعني رأوة طلائعي اللي كان بيعرف حتى معاملات الله ورؤية الله أنه الله عنده مقاصد حتى لما بتتكسر السفينة في وسط البحر فكان فعلا رجل المشورة لقائد المئة ولكل الركاب اللي موجودين في السفينة أنذرهم يعني أعطاهم تحذير وأنذار من الخطر المحضق عليهم طبعا اضطر الأمير بهالحال يسمع نصيحة القبطان ربان السفينة ومع كل هذا بولوس لم يستسلم يعني قدم نفسه حتى يكون بركة حتى يكون مساعدة حتى يكون خادم حقيقي بكل معنى الكلمة بولوس المساعد منشوفوا أنه بولوس كان يشجع كان يشجع بكلمة الله مع المساجين كان مثل صالح أمام المساجين وبالعكس كان فيه صيام طلب منهم أنه يقطعوا الصوم وياكلوا وأكل أمامهم وطعماهم حتى يضطروا أن يرموا كل المعدات الأثاث وبعدين الحنطة في البحر حتى ينقزوا النفوس وفعلا كلمة الرب تمت ولا نفس هلكت مع أنه السفينة تحطمت بالكامل ووصلوا عند منطقة خالجية بين يعني بحر بين زي جزيرتين اليوم بسموها جزيرة القديس بولوس اللي هي في جزيرة مالطة إذا تروح ممكن تزور الموقع هناك وهناك انكسرت السفينة ووصلوا إلى جزيرة مالطة وبالعكس بنشوف أنه بولوس الشاهد الكارز الخادم أنه الله استخدمه في الجزيرة وخلاص الجزيرة لمدة ثلاث شهور وكان فيه معجزات شفاء وكان فيه بركة من كل ناحية بولوس لم يستسلم بل حول الآزمة إلى فرصة أنه يستخدمها حتى يمجد الرب كان شاهد بكل معنى الكلمة من خلال المثال بتبعه اكزامبل ومن خلال خدمته الحقيقية أنه خدم الآخرين في هذه السفينة طبعا اليوم ممكن تعمل عن هذه الحادثة فيلم كامل عن رحلة السفينة من كيساريا إلى روما وصولا طبعا قبل روما إلى جزيرة ماليطة أو جزيرة مالطة في البحر الأبيض المتوسط خلال كل هالأزمة خلال كل الهياج والعواصف والرياح لم يقف مكتوف الأيدي لكن كان بركة كان تشجيع وانا عاوز اشجع اليوم كل اخوت واخواتي يمكن وصلنا لوضع يائس وزهق بصراحة من وضع الكوفيد من وضع الكورونا اللي بنعاني فيه وكتير ناس عم تستسلم وفي ناس مرعوبة وخايفة انا بقول شو رايكو نعكس الآية انه بالعكس انه نحول الازمة لفرصة ونحول الامور اللي بتمر فيها الناس والعالم انه نكون خدام حقيقيين شهود حقيقيين فعلا ان اكتشف اعلانات الله انه الله موجود معنا في وسط العاصفي وموجود معنا في وسط النار وفي وسط التجارب وفي وسط الضيقات وانه مكتوب انه الام الزمان الحاضر لا تقاس بالمجد العتيد ان يستعلن فينا اه بقول الزمن غدار بيرفع اللي ما بيسوى بينزل يعني بيخفض اللي اللي بيسوى لا احبائي فيه ارادة الله فيه مشيئة الله ما فيش اش اسمه زمن غدار فيه ارادة فيه مشيئة انه فيه كل شيء بيصير بخطة محكمة ويمكن البحر غدار فطبعا الانسان لا ما يكون متهور عالة السفر مش بالشتاء مع انه نصحهم بولوس الرسول انه يهدوها يا جماعة شوية نستنى شوية شافوا انه الريح كانت مناسبة ومقاتية فشدوا وفعلا بعد شوي منشوف خلال اسحاح هبت زوبعة عاصفة شديدة جدا والاغلب طبعا اغلب السفن في هذه العواصف ترتطم وتتحطم والكل بموت لكن برضو خلال العاصفة الرب كان مع بولوس وبسبب بولوس كان بركة للامير للقائد المئة ولكل الركاب 276 نفس بقول يعني المتال بيستخدموه عادة في العهد القديم شعرة واحدة من رأسك مش راح تنزل وهذا ما حدث بقول الكتاب شعور رؤوسكم مرقمة الله يعتني فينا الله بيتم فينا مش بس في البحبوحة وفي الحرية حتى في وسط الازمة في وسط العاصفة يمكن عم بتمر انت اليوم في عاصفة عاصفة داخلية وعاصفة خارجية وعم بتهب عليك من كل النواحي من جوة وبرها ومش عم تقدر ترفع راسك كله مسكر أمامك شو رايك انه في خيوط الشمس الذهبية وراء الغيم لابد ان تشرق في حياتك وتبدد كل ظلام وفعلا تنعشك وتغيرك وتكون في المصار الصحية بولوس سواء في السجن سواء في العواصف سواء في العهد القديم كان دانيال في جب الأسود أو كانوا الفتية التلاتة في وسط أتون النار الرب كان مع يوسف في مصر وحل الأزمة الرب كان مع إبراهيم كان مع رجال الله الكثيرون والرب صنع معجزات وحول كل الأمور للخير إن هذه العاصفة كانت سبب بركة كانت سبب خلاص نفوس كانت سبب شفاء كانت سبب تشجيع كانت سبب بركة من كل ناحية فأنا اليوم عاوز أشجعك ارفع عينك لفوق لأن كل ما تسير فيه أو تسلك فيه حتى لو الزمن غدار حتى لو البحر غدار الرب موجود معك في البر في البحر في النار في كل مكان ثق بصلاح الرب ثق في أمانة الرب لأنه يحبك لكن الخطوة الأولى أنا محتاج أتغير أنا محتاج أسلم حياتي للمسيح ويغير حياتي حتى أكون خليقة جديدة شو راك تصليها اليوم قل له يا رب ارحمني أنا الخاطئ قل له يا رب أنا بعطيك بسلمك حياتي قود سفينة حياتي لأنه إذا الرب يسوع موجود في السفينة لن تغرق إلى الأبد لكن راح يوصلك Guitar تغرق líder ويغير حياتي تغرق 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 يحب أن تغرق ص mantนะ عدد تغرق تغرق